ثم أحبائي نمرة تسعة الجهاد في النمو والنضوج في الفضائل المسيحية رح أقرأ يعني لاحظ عن هاي الفضائل المسيحية في بوتروس وهم بقول في نمو في نضوج بهذه الفضائل المسيحية من آية خمسة بوتروس الأولى بوتروس الثاني صاحب الأول ولهذا عينه لاحظ الكلام وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا يعني ضبط النفس وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت يعني ازدادت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه هذه الفضاء المسيحية هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة ما فيك تقول أنا مسيحي وانت مش عم بتجاهد الجهاد المسيحي انك تتنمو حتى تتشبه بالرب يسوع المسيح بأي عشرة بقول لذلك وبالأكثر بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم لاحظوا الكلام إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا ترجمة نانسي قنقر